موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فاللهم علمنا علما نصير به كاملين آمين وبعد فبتوفيق الله وعونه أقول إن الجنة في القرآن ذكرت مفردة ومثناة وجمعا ونحن الآن نعيش مع آيات الجنات التي فيها الإفراد ولكن المفرق قد يكون معرفة وقد يكون نكرة والتعريف إما بأل وإما بالإضافة وإما بالوصف ولذلك نحن الآن مع قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار هذه الآية وردت بهذه الإضافة مثل الجنة وكأن الله تعالى يقول لنا على قدر علمكم وعلى قدر فكركم في حياتكم نعطيكم مثلا وهذا المثل على قدر ما نفهم في هذه الحياة فعلى قدر علمنا يعطينا المولى عز وجل أما الحقيقة في الجنة فإنها لا تكون إلا بعد دخولها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذن حينما يقول مثل الجنة أي هذا من باب التقريب ولذلك العلماء قالوا إن كلمة مثل تأتي في القرآن من باب تقريب المعاني التي لا نستطيعها الآن ولا نفهمها الآن يصورها المولى عز وجل بمثل حتى إذا ما دخلنا الجنة ووصلنا إلى الحقيقة رأينا ما هو أعلى مما كان في أذهاننا وكان في مشاعرنا وكان في قلوبنا ولهذا رب العالمين يقول ما لا عين رأت أنت ما رأيت هذا من قبل ولا أذن سمعت ما سمعت هذا من قبل أي ذكر الله تبارك وتعالى في الجنة وسيقرأ القرآن في الجنة وسنرى صوتا جميلا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن في الجنة وهذا لأن الله أعدها إعدادا كما قال جل جلاله ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أسأل الله أن نكون من أهلها مع سيد الأولين والآخرين إنه نعم المولى ونعم المصير والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد فإن الله عز وجل حينما وصف الجنة في القرآن وصفها أيضا في حديث قدسي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن الله عز وجل يقول أعددت لعباد الصالحين إذن هذه الجنة أعدها المولى تبارك وتعالى للعباد ولكن بشرط أن يكونوا صالحين والصالح هو الذي يطيع مولاه عز وجل فيما حرم وفيما أحل وفيما أوجب وفيما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إذن الحرام يجب على الإنسان أن يتنبه تماما وأما ما أمرنا به من قبل الله وصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كإمام للمسلمين فالواجب علينا أن نكون من ورائه صلوات الله وسلامه عليه ثم إن الله فتح لنا باب الكرامة فقال فأتوا منه ما استطعتم وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ما كنا كذلك فإن الله عز وجل يقول يا عبادي لما أصلحتم من نفوسكم وأصلحتم من أعمالكم وعشتم حياتكم من وراء رسول ربكم فإني أعددت لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني كلما تصور الإنسان صورة في رأسه لمتاع هؤلاء الذين دخلوا الجنة فإن هذه الصورة ما سيكون في الجنة على حقيقته أعلى وأسمى تكريما من المولى تبارك وتعالى لعباده ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه المعاني دائما حينما قال له الصحابة يا رسول الله لو أننا اتعدنا عن الحرام وأصبحنا الآن على ما يرضي الله ماذا لنا؟ قال الجنة ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى جعل الجنة تكريما لمن أطاعه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولهذا رأينا العلماء يتكلمون في هذه المعاني ويقولون إن كلمة مثل إنما هي من باب تقريب المعنى الذي لا نستطيعه الآن يقرب إلينا حتى نكون على قدر فهمنا نرى جنة الله عز وجل بقلوبنا وبخيالنا ولكن الحقيقة أعلى من هذا قال العلامة بن عشور قيل هو مستعار من المثل الذي هو الشبيه في حالة عجيبة يعني حالة الجنة عجيبة لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها الآن وهذا والله تخريج جيد حتى يعلم الذين آمنوا أن الله أعد لهم إعدادا ما رأينا على مثاله أبدا في هذه الحياة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعرف الناس بأن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة ولهذا لما كانت السلعة غالية كان الواجب علينا أن نكون لله طائعين ونسأل الله أن نكون كذلك حتى يأتينا اليقين هذا والله تعالى ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر